موسيقى الجمهور كان محتشد ليشجع الأهلي وفيوتشر ويفوز الأهلي أربعة اتنين والجمهور بلون الأحمر البهجة هبدأ بالبهجة البهجة هي عنوان كده بيبقى موجود في القلوب وعلشان كده نهاية العام وبداية عام بتلاقي أمنيات كتير طب كتير مننا بيقول هي حنقضيها أمنيات الأمنيات والأحلام هل تتحقق الأمنيات والأحلام وتتحقق إزاي تتحقق يعني مجرد أن أنا أعمل شوية أمنيات وعلق على شجرة أعياد الميلاد أمنياتي وأحلامي ولا تكون الأمنيات مبنية على عمل وعلى تفاؤل ناس كتير جدا قدام الأمنية وناس كتير جدا أعرفها تحط أحلامها وأمنياتها مكتوبة وتبدأ تحقق وكل ما كان الطريق فيه مصاعب وكل ما كانت الأمنية حتى إن كانت صعبة بس فيه طريق وسلم بنطلعه الدنيا بتعدي وبتبقى الأمنية كده تحس إنك نعم لقد حققت هذه الأمنية أو أمنياتي الأحلام ما حدش يقدر يمنعها أبدا لكن الأحلام وإحنا قاعدين بلا عمل ما بتبقاش أحلام فعلشان كده الأفضل دايما إن أمنياتنا وأحلامنا تبقى مرتبطة كتير جدا بالعمل بتاعنا هو ده اللي بياخدنا دايما لقدامه بيخلي المشوار على فكرة طعمه أحلى كتير من الناس لو أنت شفت الماراثن وهم بيجروا كتير لما بيجري ويتعب وبيوصل لحد آخر نقطة ويبقى بيشم نفسه ونفسه خلاص مقطوع من كتر المجهود لكن حس إن هو عمل المجهود ده ويستحق النجاح ده فالنجاح دايما مرتبط بعمل مرتبط بمشوار مفيش حد بينجح أبدا هو قاعد كده أبدا دايما النجاح مرتبط بالعمل ومرتبط بمجهود كبير الناس الحقيقة بتقدر تثبته طول الوقت نهاية عام وبداية عام يعني تفاقل حلو بأيام وتنتهي عشرين تلاتة وعشرين ونبدأ بالخير بإذن الله نحاول بعشرين أربعة وعشرين حتى وكانت الأزمات لكن دايما في وسط الأزمة في طريق حتى لو سغير نور نحاول نمشي في الطريق تعالوا إحنا فكرنا نكون معاكم في التاسعة ونكون مع مشاهدينا نحاول كده مع بعض إن إحنا رغم كل الأزمات اللي بنعيشها ورغم كل الديء اللي بنشوفه لأهلين قطع غزة ورغم تفاعل المصريين ومصر كدولة حريصة معاهم طول الوقت لكن بنحاول كمان إن إحنا نخلق طاقة من النور وننزل بالكاميرا ونسمع ونشوف الناس حتقول إيه نشوف التقرير ونرجع نكمل معكم فقرات اليوم في التاسعة أحسن حاجة حصلت لي في سنة 2023 الحمد لله إن أنا روحت عامل أمرة إن أنا قدرت أطور من نفسي وغير من نفسي أهم حاجة إن الواحد بس يكون صحته بالدنيا ويكون في الصحة دي أهم حاجة بس فيه إحنا لسه الطبع المصري بس فينا إن أنا قدرت أغير حاجات كتير كتير في شخصيتي ما كانتش عاجبيني اتعرفت عن ناس جديدة عوضون يعني عن ناس قديمة أحسن بكتير هو على الصعيد العالمي أنا بتمنى الاستقرار والهدوء والسلام طبعا أمنيتي في السنة الجديدة لأحالي الناس تتسلاح أكتر بيجعل أسلاح سامر اللي فاتك ويجدم ننافا وكل خير بإذن الله إن أنا سفر السعودية وعمل حج وأتجوز إن أنا أنجح أتخرج من كلية وأنجح صراحة أمنيتي في 2024 إن أنا أنجح في السنوية العامة وأجيب مجموعة عائلة الواحد بيتمنى إحنا كعرب وإحنا كشهوب نتحدي يعني ونقف وسط اللي بيحصل ده لأن السكوت مكتوف في الأيدي ده حاجة وشة جدا أهلا أهلا بحضراتكم نبدأ معاكم وإيه نتمن من خلال إعلان وزارة الصحة والسكان ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور من خلال جي أن وان التحليل المعملية موضحة أن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد حالة أو حاجة طبية لدخولهم إلى المستشفى يعني بمعنى أنه ممكن الحالة يتم التعامل بيها في البيت الأعراض للمرادية خفيفة الإصابة في جهاز التنفس العلوي وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر موضحة أن التوصيات كمان الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف خلينا نعرف مزيد من التفاصيل نطلعكم عليها دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا مساء الخير يا دكتور مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير يعني عايزين نعرف هذا الفيروس والاسم الجديد جي اين ون وثبوت عدد من الحالات في مصر خلينا نأكد على حكس كيري إن احنا أول حاجة إعلان وزارة الصحة عن موجود حالتين ده يؤكد مبدأ الشفافية إن لو ظهرت أي حالة في مصر لابد من الإعلان عنه ثانيا خلينا نطمن حاجة إن احنا منظمة الصحة العالمية لما أعلنت على إن هذا المتحور من فيروس كورونا ومتحور ذات اهتمام كان ذات الاهتمام فيه ليس لشدة الإصابة أو صعوبة الإصابة كانت عشان قاتل معدل انتشاره شافت إنه هو معدل انتشار سريع مقارنة بباقي متحورات يعني هنا اهتمامنا إنه هو إحنا الشخص المصاب يمكن يصيب عدد أكبر من المحافظين به لكن لا يوجد قطور على الحالات لكن بمننا احنا اكتشفنا حالتين فإن نؤكدنا الحالتين اللي كاننا اكتشافهم ده في جمهورية مصر العربية ده محقوقين ذكرتي أعرضهم في جهاز التنفوس العلوي لا يوجد إصابة في جهاز التنفوس السفلي وكويس وده يؤكد إن احنا ترصد في مصر لكن بالنسبة لنا احنا كمواطنين نهتم بإيه احنا في هذا الوقت من السنة هو وقت نشاط لمجموعة من الفيروسات التنفوسية سواء كانت انفروانزا سواء كانت كورونا بمتحوراتها سواء كان الفيروس دي كلها فيروسات بتنشط في هذا الوقت من العام يبقى احنا الدور علينا احنا كمجتمعيا دور قوي جدا دور ان احنا نحمي نفسنا ونحمي اهلنا ونحمي الوطن بتاعنا ان احنا لو احد عنده اعراض برد ريس واعراض برد عادية ها فهو بيوم ايه ما يلزم البيت او لو اضطر انه ينزل ياخد اجراءات احترازية من لفس الكمامة ويحافظ على مسافة المتفل بينه بين الاخرين علشان نحمي الاخرين من الغساب لكن لا يوجد اي نوع من الزعر او الهلع في هذه المرحلة لكن يبدو من وجود حذر الحذر ده احنا كاشخاص قليلين ناخد ما منا وازهلنا من كبار السن اصحاب الامراض المزمنة امراض المناعية اللي بياخد ادوية مصابتة للمناعة ويشكل دول لازم نأكد عليهم ان هو لتحصل في اي اعراض انه يرجع لدعيات طبية السريعة ويشكل علشان دول بالذات يمسجوا نوع من دائرة الاهتمام عزر بالبقائين عشان نقود بلنا مساعدة طيب يعني الاسماء اصلها بقت الواحد مش عارف متحور جي ان وان وغيرها من الاسماء ما تفرقش كتير هو في النهاية متحور من نفس الفيروس وتقريبا الاعراض متشابهة وان كانت كمان خلاص ما بقتش فيه احتياج ليه ان الناس تروح مستشفى يعني الناس بس يعني تحترس وكأنه دور انفلوانزا تقيل شوي خلينا اخذ من كلام ساعتك احنا انفلوانزا كفيروس بتحور كل سنة وله اسماء كثيرة خلينا ان احنا ما نجيش وراء مسامات جنوان بي اي اكس خلينا نقول ان ده كورونا خلينا بمتحورتها انفلوانزا بمتحورتها لان الفيروس طبيعاته انه بيبحث عن البقاء بانه يتحور لكن من رحمة ربقبين ان التحور في فيروس كورونا كان دايما للأضعف وليس العشد يعني احنا لو قدنا بلنا ان احنا بداية من الف او حاجة ظهرت ثم بيتا ثم دلتا دول كانوا يمثلوا خطورة على الحياة وهي ما فقدنا ناس اعزاء علينا نتيجة هذا الفيروس لكن من رحمة تقبل بنا ان هذه التحورات كلها ادت الى ضعفة في شدة المرض ان كان مازال محافظة على قدرته على الانتشار في المجتمع والانتشار دي مسؤولية مجتمعية ان احنا نتحافظ عن نفسنا ان المتصاب لا يعدى الاخرين ولا ما بقاش فيه انفلوانزا يعني بقت الاعراض كلها متشابهة لان هي برضو اصابة الجهاز التنفسي ما هي برضو الانفلوانزا بتصيب الجهاز التنفسي فانتش اعرف الفرق ازاي كلينا نقول ان الفلوانزا موجودة وما زالت موجودة وما زالت فيها اصابات الفلوانزا مشهدها وقونا موجودة ولسبات 60 فرقش موجودين لكن امتى نلجأ احنا ندور على مين هو يعني سواب الاصطبع ايه عندما تكون هناك حالة شديدة المناعة احنا محتلين احنا ندي المضاد للفيروسات المناسب لهذا الفيروس هنا عن طريق المساحات بنعرف ان كان دي انفلوانزا ولا ولا كوبيد يبقى انا هنا بحتاج المساحات فقط لحالات الشديدة اللي فيها فشل في التنفس او ضيق في التنفس او التهاب في الرئة ساعتها ببلج للمسحة عشان نعرف نقل على الفيروس عشان ندي مضاد الفيروس ولا شبيه لكن في حالات الاغلبية العظمى من الحالات لا نلبع لهذه المساحات لان العلاج هنا بيبقى علاج للعرض وبندي الادوية للأعراض لكن اؤكد ان هذه الادوية لا تشمل المضادات الحيوية احنا بس بالاكل على يعني مشاهدين في ساعتك ان المضادات الحيوية لا تؤدي ليست لها نفع ان كان ممكن يكون لها ضرر على المدى البعيد ان احنا ننشع مربوعة من البكتيريا المضاد المضادات الحيوية فتؤدي الى مشاكل لاحقة بعد كده تمام تمام يعني خلينا نتمنى الخير يا دكتور للناس والناس تحتاط وخصوصا في الشتاء الناس بقى تعلي منعيتها وتاخد يعني يأكلوا اكل صحي وان شاء الله كل يعدي بسلام وامان في فترة الشتاء اللي احنا موجودين فيها بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا مهم قوي ان احنا ناخد بالنا ونتطمن على نفسنا تعالوا نروح لوزارة التضامن ونشوف ما اعلنته الدكتورة نيفين القباش وزير التضامن الاجتماعي برامج المستويات الثلاثة لرحلات او رحلة الحج الجمعيات الاهلية والتي تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات حيث تم وضع معايير من قبل مجلس امناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد ثلاث برامج للحج وفقا للآتي المستوى الاول بمبلغ 235 الف جنيه شاملة الوجبات المستوى الثاني مبلغ 168 الف جنيه شاملة الوجبات اما المستوى الثالث بمبلغ 151 الف جنيه وشاملة الوجبات مشدد على ان اسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران يعني كل ما طرحناه دون تذكرة الطيران خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع ايمن عبد الموجود مساعد وزير تضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الاهلي استاذ ايمن مساء الخير يا فندم مساء الخير احد كافر المشاهدين يعني الاول كل سنته طيبين ولبيك اللهم لبيك ويا رب يكون حج مقبول للجميع كلمنا عن المستويات التلاتة ربنا يا رب يتكبل من جميع ويعني حلف التوفيق للحجاج اللي لم يحلفه من التوفيق هذا العام في العام القادم ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بداية احنا تم إعلان فوز النهار سبعة تلف وكمسونية حج من حجاج الجامعات الاهلية لهذا العام من بين تلاتة وعشين الف واربعمائة تقدموا خلال فتح باب التقدم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي البرامج الحج التلاتة ونحن بناء على الاستمرارات اللي تم طرحها للعضاء للجميعات الاهلية لكل عدو يسجل رغبته في أداء الفريدة من خلال ثلاث مستويات مستوى خمس نجوم بساحة الحرم ومستوى أربع نجوم ومستوى اقتصادي الثلاث مستويات تم ترحوهم لكل المحافظات وتم من يوم إجراء ورعه الإلكترونية لاختيار الفائزين بحضور معاني الوزيرة الدكتوران من القباج وأعلان أسعار برامج الحج زي ما حاك أوضحت في الخبر أن المستوى الأول تم إعلان تكلف ثلاثين خمسة وتلاثين ألف جنيه المستوى الأول الخاص وخمس نجوم على فاحة الحرمين مع توفير واجبات واجبتين في اليوم بفتوح من خلال البنادي وتوفير انتقالات بساط موديلات العام وكذلك مشاعر خمس نجوم إن شاء الله عند إعلان الشركة الموطنية للطيران تكلفة التذكرة عايتين بسببها لاحقاً فور إعلان شركة مصر للطيران كمية تذكرة للطيران نتمنى أن الناس إن شاء الله كل ده سيبقى متاح والناس تقدر تبدأ تقدم بشكل يعني يعني تقدم بقى من خلال الأماكن المتاحة في التقديم سواء على الإنترنت أو أو الصفحة الخاصة بالتقديم اللعوة الموحبة التقديم انتهت مع نهاية شهر نوفمبر وكل الحجاج ترقنا 23 ألف طلب وتم اليوم إعلان فوز 7500 من بين المتقدمين فبالتالي كل الحجاج الفائزين في القرعة دول الفائزين كلهم خلاص يعني خلاص يعني كده نقدر نقول أنه تم تحديد الفائزين ومن سيسافر بإذن الله بإذن الله تم تحديدهم وإن شاء الله اعتبر من الأسبوع القادم يبدأ الحجاج الفائزين سداد التكلفة الخاصة بالأسعار الزواج 235 من المستوى الأول و200 و168 للمستوى الثاني و151 للمستوى الثالث كلهم تنادق في المنطقة المركزية للحرامين في المدينة المنوارة حد أقصى 300 متر من الحرام النبوي في مكة المكرمة المستوى الاقتصادي حد أقصى 1400 متر من المسجد الحرام والأسعار كلها بتشمل تنادق مصنفة بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات واجبات يومية لجميع الحجين هكيد نتمنى لهم إن شاء الله حج يعني مبروك بإذن الله والناس تقدر تسافر في سلام وأمان ويقدوا فريدة الحج أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أيمان عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي مؤسسات المجتمع الأهلي طيب تعالوا نروح بعد كده لقطاع السياحة كل لما الواحد بجد بيشوف أو بيتابع حركة السياحة في مصر رغم كل ما موجود بقى في العالم من أزمات وإحنا فيه ولكن بتبقى سعيد لما تلاقي حركة السياحة في مصر فيها مجهود وفيها تطور وفيها يعني مجهود يقدر يكذب أكبر عدد من السائحين يعد قطاع السياحة من أبرز قطاعات الدولة الشاهدة على العديد من النجاحات وتحقيق معدلات نموة مرتفعة وذلك منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية لأن الدولة كمان وضعت نصب عيونها الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم وده شيء طبيعي انت عندك الحقيقة يعني كمية من الثورات يعني ثروة عظيمة في الأثار والسياحة وموقع مصر وجمالها والأثار والمختلف في كل مكان فطبيعي تكون الدولة دايما مهتمة بهذا القطاع خلينا مزيد من التفاصيل نتعرف عليها من خلال الأستاذ أحمد يوسف مساعد وزير السياحة للتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة مساء الخير يا فندم أستاذ أحمد مساء الخير على حضرتك مساء الخير على حضركك وعلى السابق المشاهدين وكل عام وأنتم بخير يا رب وانت بألف خير طب مننا الأول على السياحة يعني بشكل عام كده قلنا كده يعني شوية تطمينات يعني بداية نزام حيك قلت يعني الدولة لم تقلو جهة من الأعوام الماضية في الاستثمار في البنية التحتية من مطارات وطرق وتطوير للقطارات وجميع البنية التحتية دي أفادت قطاع السياحة طبعا بشكل مداشر بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتراث والأثار بتاعتها بتجيب تحبت كتير من المتاحف ما حصلش فيه أعوام كتير سابقة أخيرا المتحف اليوناني الجماني بعد تطويره متحف القدارة متحفين في شرق السيح والغرباء والعديد من الأماكن الأخرى مش بس كده إحنا كمان كوزارة بنطور خدمة أو تجربة السياحين في المواقع السياحية والأثارية دخلنا العديد من الخدمات الدفع الإلكتروني سواء لترخيص الشركات والفنادق المختلفة أو لحجز التذاكر للأماكن السياحية المختلفة وإحنا إن شاء الله نشينا في هذه السياسة وتم طرح عدد عشر مواقع للاستثمارات للقطاع الخاص لتطوير هذه الخدمات من مطاعم وخلافه والحمد لله ناكسين في هذا لغاية دلوقتي تفضلي تفضلي الجزء فيما يخص السياحة يعني مع بداية العام ورصدنا للحجوزات المستقبلية إحنا كنا متوقعين إحنا نوصل لرقم خمستاشر مليون سائح وده رقم كان يتجاوز يعني رقم وصلنا لفه 2010 اللي هو 14 مليون و3 من 10 اللي حصل يمكن فيه الهبع الأخير من هذا العام أخر سويا هذا المستهدف لكن الحمد لله احنا يعني أخذنا العديد من الإجراءات اللي هي نهارضة بدأنا نلتص الأزمة وبدأنا نستعيد التفقات السياحية مرة أخرى بالذات فيه أجازات رأس السنة وعياد الميلاد المجد طيب خليني أسأل حضرتك أستاذ أحمد يعني كمان يعني عدد المطارات اللي دخل الخدمة السياحية خصوصا مثلا مطار سفينكس اللي هو قريب من المتحف الكبير وأيضا الدرج العظيم يعني هذه الأشياء لما بدأت تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي وتنزل على مواقع رئيسية أيضا للسياحة في مصر بدأت تعمل نوع من أنواع الجذب المختلف كمان ده أكيد فنم وإحنا حابين نربط يعني موضوع المسحف الكبير ومطار سفينكس وتطوير للمنطقة بالكامل فيما خص غرب القهرة وتخطيط كبير لإضافة عدد كبير من الانسنادق والمطاعم والممشا السياحي يعني كل هذه الإنجازات إحنا عايزين بس نقول للمواطنين المصريين أن احنا حتى في وقت الأزمات بنستمر في البناء طبعا ولا نستسلم أبدا ودايما كل هذه الاستمارات والمبودات بتؤدي إلى التعافي السريع للسياحة وزيادة التدفقات السياحية ومعطلات الانفاق وإن شاء الله يعني ستح المتحف الكبير هي بقى ضرة التاج بالنسبة للسياحة والأطار بإذن الله يعني سأقرب فرصة طيب قولي توقعات حضرتك للسياحة في عشرين أربعة وعشرين الديني أي حاجة ممكن تكون يعني أكثر تقدما والأعداد يعني كلمني كده عن توقعاتك وأمنياتك بإذن الله يعني أعتقد أننا هنرجع على المصاري الطبيعة بتاعنا في العام القادم وأنا تمنى يعني يحدث مزيد من الهدوء والسلام في منطقتنا كشرق أوسط علشان نقدر يعني نوصل الأرقام والمستدفات اللي احنا عايزينها وحب أقول أن المنتج المصري إذا نحك يعني بدأتي الحوار منتج قوي جداً جداً وبالتالي أول ما يبقى فيه نوع من الهدوء في المنطقة على طول بيتيجي التدفقات السياحية أياً كانت الأزامات اللي احنا بنعدي فيها فأنا متفائل بإذن الله في العام أربعة عشرين وحب أتكلم كمان أن فيه جزء مهم البنية التحتية الفياحية النهاردة كان بتستعد حوالي خمستاشر أو ستاسر مليون سائح فيه مبادرة يعني للإستثمار بين الصفاق مع وزارة المالية والحقيقة العامة للإستثمار تم الإعلام عنها في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لزيادة عدد إضافي من الغرف الفندوقية للاستعاد الأعداد اللي احنا متوقعينها بإذن الله في الأعامة القليلة قبل أكيد أنا بتوقع إن شاء الله أن يكون فيه مزيد من الإزدهار للسياحة في مصر بإذن الله أستاذ أحمد يوسف مساعد وزير السياحة للتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة بشكرك شكرا جزيلا حقيقة وأنا بتابع الصور بنزلها المخرج بتاعنا نرجع بس سريعا على صور السياحة الصور في حد ذاتها بتأكد أنت يعني الجمال اللي موجود عندك في مصر أنت مش بس موجود عندك جمال أنت موجود عندك تنوع مش موجود في العالم يعني البحار السياحة مثلا الشواطئ وطبعا دي الناس بتيجي هنا للغطس والسياحة اللي موجودة في منطقة في سينة عموما شرم ودهب وغيرها الناس بتيجي مخصوص لهذه السياحة عندك سياحة أثار عندك سياحة مختلفة الأثار بقى بنفسها مش أثار مقلدة ولا حد عمله مدحف هنا ولا مدحف هنا أنت عندك الأثار المصرية اللي هي الناس بتيجي تنبهر فوجود حاجة زي الدرج العظيم مثلا في المدحف الكبير دي حاجة عظيمة في بعض الناس مثلا تقولك في الشتاء القارس ده زي ما أنا عندي تل جنازل لا تمنا ناجي أروح مصر كده سياحة الإخوت مثلا اللي انضمت للسياحة في مصر حاجة مبهرة بص الشواطئ في مصر عاملة إزاي من جمالها يعني مفيش الشواطئ دي ولا الرمال دي ولا الشمس الساطعة طول الوقت إحنا دلوقتي بنتكلم النهار ده 29 ديسمبر ده الصورة اللي حضرتك شايفها دي الصورة الحقيقية للتقص المصري في المناطق دي يعني كل سيناء وكأنها في الربيع مش فصل شتة ده فالدنيا الحقيقة في مصر مختلفة والتنوع كبير جدا بشكل كبير والسائح اللي بيجي ممكن يعمل أكتر من نوع سياح يعني ممكن يجي شرم وبعدين يعمل يوم لأنه كمان ممكن من شرم ومن الغرداء بيروحوا لقصر يقضي يوم ويرجع فيبقى شاف الأثار أو يروح يوم في القاهرة فبالتالي يشوف المتاحف عنده مدحف الحضارة تستحق هذه السياحة بشكل كبير خلينا نتابع كده مع حضراتكم ونتمنى الخير زي ما قلنا في البداية مصر إن شاء الله مع أمنيات ولكن زي ما قلنا الأمنيات والأحلام محتاجة شغل كتير محدش يتمنى أو يحلم هو قاعد على الكرسي أبدا نحلم ونتمنى وإحنا بنطلع السلم أو بنجري أو بنلهس لأن في نهاية المشوار النفس كده بيستقر والأمنية تتحقق إن شاء الله سنة تكون جديدة وسنة تكون فيها خير على مصر وعلى كل شعبها بإذن الله لسه التسعى متوصلة بفقرات كثيرة أرجوكم فصل قصير ونستكمل معكم بعد الفصل في أفلام كثير نزلة السنة يعني زي أبو نسب الروبي في أفلام كثير مثلاً عموم الخلية في أفلام كثير بمصرحة فيلم بتاع عموم برضك محمد إمام ومسلسل جعفر العمدة واما أحسن حاجة في فرد تأليم السنة هو دايماً محمد إمام يعني في الساعة دلوقتي هو رجل محترم وفيهم الأفلام دماء خفيف قبلة يعني اللي أنت تفرج على أنت والعيلة فيلم محمد عدل الإمام فيلم ممتسب فيلم كويس فيلم هارلي بتاع محمد رمضان بتاع محمد فراج أبو نسهب محمد إمام وياسمين صبغي فيلم عموهم كان حلو يعني كلاكات حنصور دايماً بنقولها في السينما والسينما مهما يعني حصل هتفضل هي عين ومراية كده للمجتمع حتى لو تقدمت أفلام مختلفة أو أفلام بتناقش قضايا قريبها من الشباب اللي موجود لكن تفضل السينما المصرية دايماً عنوان كبير جداً موجود نحاول طول الوقت نعرف ونسأل السؤال هل السينما المصرية في عشرين تلاتة وعشرين قدرت تقدم شيء جديد حتى لو كان كوميدي حتى لو كان لطيف حتى لو كان مختلف نعرف التفاصيل معايا على الزوم النقد السينمائي مصطفى الكيلاني مساء الخير يا أستاذ مصطفى مساء النور يا أستاذ شافكي وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين طيب أنا عايزة أبدأ معك كده وقولك هل أنت شايف أنه السينما السنادي قدرت يعني تقدم شيء جديد السنادي طبعاً السنادي فيه نعلنا المرحلة مختلفة أنه فيه تنوع شوية الدراما الاجتماعية الكوميديا الاجتماعية بقاليها مساحة إحنا بقالنا كم سنة كده مركزين على الكوميديا صر من غير ما يبقى فيها كانب مختلف شوية سمت مختلف كده يعني السنادي إحنا عندنا مثلاً فوي فوي اللي هو الفيلم اللي إحنا مصر اللي شرحته دي الأوسكار ما يمثلها في الأوسكار ووش في وش لتنين عندهم شكل مختلف عن الطابع الكوميديا اللي تعودنا عليه خلال الكام سنة اللي فاته اللي هي إحنا بنزميها كوميديا مسرح مصر السنادي الموضوع أفضل كتير عندنا كوميديا اجتماعية راقية جداً لطيفة جداً فيها فكرة وفيها هل نقدر نقول هنا أستاذ مصطفى الكتابة اختلفت أو الكتابة بقت يعني أفضل اختيار السيناريوهات بقى اختيار السيناريوهات انا ضد بفكرة تماماً أننا نقول عندنا مشكلة سيناريوه أو كما يقول الإخوة الفاتنانيين أن مشكلة وراء احنا ما عندناش مشكلة وراء عندنا مشكلة اختيار وراء يعني مصر لم تعقم في 105 مليون بني عدم طبعاً عندنا كتاب وروائيين وفنانين في كل المجالات تمام وعندنا كتاب شطرين جداً 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 وعندنا فضل احنا أزمتنا الرئيسية أنه دايرة الانتاج في طوال سنين مش هنوش أتكلم من على دلوقتي أنا أتكلم من التسعينيات دايرة الانتاج قللت مساحة الكاتب السيناريو لصالح النجم ولصالح شركة الانتاج ولصالح المخد طبعاً النجم رقم واحد لدرجة أنه النجم بقى يدفن في كل حاجة وفي الاختيار الاختيار بيبقى قاصر على أفكار النجم الوحدة أنه هو ممكن يكون ما بيتفرجش ما بيشوفش ما بيتابعش مش قادر يستوى متغيرات الناس والكمهور والسوء فبيفضل اختياراته تبقى ضعيفة إنما لما أنه عندنا وعي بقدر كبير وضل حاصل حالياً فالشركات بدأت تغير من أفكارها وحولت الموضوع إنه لا إحنا الأولوية لكي نتسيناري فكانت النتيجة زي ما حديك شايفة إن احنا بقى عندنا أفكار جديدة بقى عندنا تنوع طيب أنا أنا هارجع هنا أخذك للتنوع أستاذ مصطفى وقولك إنه كمان بقى عندنا الناس بقت حريصة زي ما الناس كانت بتدخل السينما عشان نجمه معين وشايف أنه بينجح وبينجح تلفزيون فيحقق نجاح كمان في السينما هو نجم سينمائي أنا بتكلم على مثل مثلا زي النجم الكبير كريم عبدالعزيز اللي حقق الحقيقة كنجم شباك رقم مختلف في عشرين تلاتة عشرين طبيعي كريم كريم ممثل بيحاول يغير من جلده طول الوقت بيحاول يقدم أفكار جديدة طول الوقت مربطش نفسه بالكوميديا والحاجات اللي قدمها في أول بداياته كبطولات لا طول الوقت بيغير يعمل طول الوقت عاوز يقدم حاجة مختلفة صحيح ربط كده لذلك ممكن فيلم مثلا ما يجيبش صدق كويس قوي لكن لأنه طول الوقت بيغير طول الوقت بيقدم جديد طول الوقت عاوز يشوف كريم جديد هو نفسه عايز يشوف كريم جديد وبيت الروبي هو كان الأعلى في الإرادات كمان يعني بالنسبة بالضبط كده بالضبط كده وفك وإحتفاء فيك تصلوا للفيلم بتاعي الوحدي فمش هجيب بطل تاني معها لا كريم عبدالعزيز جاب كريم محمود عبدالعزيز اللي هو برضو بطل وكان ليه أول أفلام السنة اللي هو شال نجاح كبير جدا فجيب كريم محمود عبدالعزيز ويكون معهم نور وطرع ماد ويعملوا فكرة لطيفة جدا بتتكلم على حدوطة السوشيال ميديا وتبعات نشر حياتنا الخاص على السوشيال ميديا وشغلانة الإنفلوانسر دي ففعليا الحدوطة لقت إعجاب عند الناس لأنهم شايفينها في حياتهم بشكل لأنهم عايشينها كمان طيب هنا هخليني أسألك السؤال كمان أستاذ مصطفى زي ما أنت قلت هناك تنوع هناك اهتمام بالموضوعات زي السوشيال ميديا اللي مأثرة فإذا التنوع الاجتماعي والموضوعات الاجتماعية طيب تعال نرتب كده قول لي إيه أكتر الأفلام اللي ترتبها كان عامل إزاي من حيث النجاح من حيث النجاح ولا من حيث القبول الجماهيري ورأي الشخصي اللي هو الأقرب إلى الجمهور يعني ما هي أكتر الأفلام اللي كانت أقرب إلى جمهور السينما الأقرب إلى الجمهور من وجهة نظري من شفته في السينمات كان بيت الروبي تمام بعد كده كان وش في وش بعد كده بمسافة شوية فيه عندنا أفلام اللي هي بتنزل في الموسم اللي هي البعبع وتاج وكده فالأفلام دي اللي هي بتنزل في موسم العيد فطبيعي يبقى لها إرادات طب بالنسبة لشماريخ لأنه شماريخ يعني اختتم الموسم تقريبا شماريخ يعني عمر سلامة يعني ما قدر شي يحقق المعادلة لا فنية ولا جمهور للأسف الجمهور ما حبوش بس مثلا الجمهور حبية بقى منسب جدا ما لسه كنا مع كذا حد بتتكلم يعني للأسف لذلك سبب الناس متخيلة لنخيل ما عموهم انتاج السنة دي وانتاج عشر وعشرين صحيح صحيح وبردو خلينا نتفق حب الناس للزعيم عادل إمام بيخلي برضو قبول محمد إمام أسرع يعني فيه كده يعني إحساس يعني ده ابن الزعيم يعني حبيبنا وده لا ينقذ طبعا من يعني من مجهود محمد إمام يعني وقبوله عند الناس بيحاول يقدم بيحاول يغير برضو بيحاول يقدم أفكار ده وأبو نازل أبو نحق نجاح يعني أنا أظن في الإرادات رغم من نازل في توقيت صعبة برضو توقيت نهاية السنة وفي أجواء ما زالت الناس أسرع بالحرب في غزة ومزالت مستمرة في نفس التوقيت في وقت امتحانات لكن تخيل من الفيلم برضو بحقق نجاح السنمات بشكل كويس وحقق إرادات كويسة السنة دي كمان فيه عايز أتكلم على حاجة برضو يفنز بل فيه تجربة تانية كده إيه بدأناها ونكمل فيها تجربة المكتقدمي شباب ما عملوش سنين قبل كده بس عندهم مساحة أن هم يبقوا موجودين وملتج غامر بهم وشركة توزيعة غامر بهم زي فيلم مثلا خمس جونات بتاع عدم الشرقاوي ونور النبوي اللي هو نور النبوي نزله فيلم أول عشرين عشرين برضو اللي هو الحريق ربما ربما أستاذ مصطفى تكون هذه التجارب هي تجارب العام المقبل عشرين اربعة عشرين نشوف في اتجاه تاني يعني بزبط أنا بفتح الباب لأفكار جديدة من شباب جداد يعني زي ما في الدراما التلفزيونية على منصة ووتشيب وبلتوا بأسام عمر صحيح بلتوا عمل نجاح كبير عادية تمام لدرجة منصات أخر عربية حولت مسلسلات كان عسام عمر فيها صاحب دور صغير يعني فحولت أن صورة الأفيش المسلسل على المنصة يبقى صورة عسام عمر ده نجاح للشرطة المتحدة والنجاح للووتش نجاح للناس اللي عاوز تقدم أفكار جديدة وشباب جداد بتجد الدم السينما وده المهم يفضل يفضل خلينا اتفق أنا وانت يفضل الإبداع موجود في مصر بلد المبدعين وتفضل السينما وموضوعاتها هي بنجاح الموضوع ونجاح السينما هي الأقرب وهي النجاح من الشباك طبعا أكيد أشكرك شكرا جزيلا علشان الوقت أشكرك شكرا جزيلا الناقد السينما مصطفى الكلاني ونتمنى بإذن الله يعني تكون السينما يعني لها السينما لها بريق الحقيقة الجمهور المصري عاشق متربي على السينما السينما احنا بنتكلم على السينما تلاتينات واربعينات في الجمهور معتاد أجيال بتسلم أجيال السينما دي بالنسبة له حاجة حالة حالة مختلفة لكن إمتى بينجح موضوع السينما بينجح إزاي بينجح لما يكون الموضوع قريب من الناس قريب من الشباب قريب من الشارع لمس حياتهم زي بيت الروبي كده لما تكلم مع سوشيال ميديا وتأثير الإنفلونسر على الناس وإيه اللي بيحصل اللي هم شايفين ده طول الوقت إحنا قاعدين سواء على الموبايل أو على التاب أو على اللابتوب أو بنشتغل على التواصل الاجتماعي فالناس بتشوف هذا التأثير طيب إحنا سريعا قلنا النهار ده في التاسعة وإحنا نروح معاكم كده إلى نروح معاكم للموسيقى الموسيقى المصرية يعني إذا حنتفق كده مع بعض بإن إحنا إحنا أهل المغنى يعني أكيد والمغنى ده في دم وعروق المصريين يعني ما افتكرش إنه المصريين المغنى بيشكل جزء كبير جدا من حياتهم يعني اتربوا على الموسيقى الألات اللي موجودة على المعابد المصرية الموسيقى وكمية الملحنين والمطربين ورموز مصر من الموسيقى والغناء يعني إحنا كلنا عارفين إنه هما يعني مش بس النجاح كان داخل مصر ولكن النجاح في العالم العربي وفي العالم كمان فإذا هتفضل الموسيقى المصرية لها كده بتشكل الوجدان المصري بشكل كبير مين مننا الموسيقى بالنسبة له مش غزاء الروح زي ما بيقولوا هي والأغاني المصرية تعالوا كده نروح زي ما قولنا كده ناخدكم ونروح تاني للشارع المصري وشافت إزاي الموسيقى هذا العام نشوف مع بعض أحسن مطرب سمعته أحسن صاصم أحسن مطرب أحمق كامل أغنية الليل تم الحسن أحسن مطربة شريهان وأحسن أغنية اللي هي كلك معايا أحسن مطربة في رأينا سامير سعي عمر دياب في العمرو بسبب الأغاني بتبقى كويسة جدا تحرك المشاعر في كل حاجة الحمد تبقى كويسة أنا بالنسبة لي عمر دياب من الأحسن المغنين في 23 في أي سنة عموما بالنسبة لي عمر دياب فنان عصام صاصر طبعا ولأنه بيتكلم عن أي حاجة يعني عندينا وكلامنا عمر دياب طبعا عشان لغني وتكلم عن حاجات يعني بتحصل في الواقع رومانس وكيو الدنيا تامر حسني أحسن مطربة نانسي أغرام أموك أن أقول أحسن مطربة في 23 عشان عبد الحليم حوافز تامر حسني بحبه علشان هو صوته حلو جدا وبلاس إنه بيغني هو كمان بيمثل أكتر مطربة بحبها أنغام أوصوله ناصري أغنية رجل مسالي تفضل الموسيقى حالة والناس تختار زي ما هي عايزة خليني أروح ليه ونكمل كلامنا في الفن المراتي مع الموسيقى النقد الموسيقي محمد شميس مساء الخير وستاذ محمد مساء الفلة وستاذ الشفك طيب يعني وانت كده موجود في زوم وإحنا بنتكلم عن الموسيقى أنا حسألك سؤال سريع جدا إيه حكاية عصام صوصة الأكثر تأثيرا عصام صوصة بمقدم من 2019 حتى هذه اللحظة حوالي 289 أغنية رقم كبير جدا حقق فيهم مليار و200 مليون مشاهدة على يوتيوب يعني مليار و200 مشاهدة هو تقريبا بينزل حالي 57 أغنية في السنة يعني رقم كبير جدا يعني الفنانين ما بيقدروا يحققوا الرقم ده طب يعني ده اللي ما يعرفش عصام صوصة ده يبقى يبقى لازم يرجع جري يشوف إيه اللي بيحصل طب هذا المخرج بيقولي أنا ما عرفوش طيب يعني هذا التأثير يعني كلمني على هذا التأثير تعالوا نفصل التأثير يعني التأثير موسيقى غنى صوت حالة إيه بالزبط إيه إحنا مصر خلاص بقيت عندنا أنواع موسيقية اتأسست وبقى لها شعب شعبية وجمهرية كبيرة جدا عصام صوصة هو نجم أغاني المهرجانات الأول بقى له حوالي 3 سنين أكتر واحد ملتزم الجونر الموسيقية اللي بيقدمها وما بيخرجش براها فهو بيغزي القطاعات اللي بتحب النوعية دي من الأغاني خصوصا في المناطق الأقصر كسافة جماهرية يعني أو اللي نقدر نسميها مناطق شعبية بيتكلم برضو كلام حتى المغنينين الكبار بيحاولوا يجاروا النوعية دي من الأغاني اللي فيها الإفهات اللي فيها خفة الدم اللي فيها استعلاء حتى على الطرف الآخر ده المفننين الكبار يعني عمري دي بلسه بسمع الألبوم بتاعه الجديد في حاجات مراضفات جديدة يعني يعني اللي كان بيقدموا قبل كده ودي الميزة الوحيدة اللي عملتها أغاني المهرجانات يعني يعني هي جددت دم الكلمات يعني بتاعت صور الموسيقى المصرية عموما يعني والعربية كمان ده رأيك يعني نبقى نتكلم فيه بعدين بس خليني أسألك سؤال برضو أقولك مصر شبة يعني مصر بعدد الشباب وتعداد الشباب في مصر كبير فده بيخلي برضو إنه الشباب خلينا يعني نقول الفعل إن الشباب اتجاهه للموسيقى وللغنى واطلاعه مختلف تماما عن أجيال تانية ف وفكرة إن أنا بسمع حاجة سريعة بسمعها على الموبايل بسمعها هو ماشي بسمعها هو بيشتغل وبيلعب رياضة فبردو الإقاعات دي خلت نوع الأغنية كمان يختلف مين الأكثر بقى بحسا بين الشباب رتبهم لي كده عمر دياب طبعا هو نمر واحد عمر دياب نمر واحد في كل البلاد العربية عمل حتى هذه اللحظة أكتر من نص مليار نسبة استماعي عن منصة مش عارفين فنقول اسمها ولا لا بس أكتر منصة عليها مكتبات موسيقية يعني ديجتال وأكتر كمان استماعا في دولة زي فلسطين برغم كل اللي بتمر دي من المشافل والخارج على فكرة أنا بنتفق معك لأننا أكتر ستة أفاني عمر دياب أنا زورت فلسطين وعندنا مكاتب بقى المغنين يعني أحمد سعد رقم اتنين تامر حسني رقم تلاتة مئة سبعة وسبعين مليون استماع رامي صابري مئة مليون عمائي سبعة وتسعين كايروكي تسعة وتمانين تامر عشور ستة وتمانين مليون بهاق سلطان ووجز خمسة وتمانين مليون وقليسة ثلاثة وتمانين وفيروس خمسة وسبعين وعصام صلصة عمل طبعا مئة وتمانية مليون نسبة استماع يعني رقم كبير جدا يعني بس عارف التنوع اللي انت قلته ده ده تنوع برضه يعني لما نقول عمر دياب مطرب التمانينات يبقى متصدر بهذا فاحنا بخير عندنا تمانينات وعندنا أجيال جديدة وعندنا أنواع جديدة يبقى التنوع هو عنوان عشرين تلاتة عشرين انت موافق على ده؟ صحيح يعني التنوع والاختلاف يعني 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 إيه اللي لفت نظرك لو أنا لو أنا بحط كده بعض الملاحظات على الموسيقى والغنى في عشرين تلاتة عشرين إيه اللي لفت نظرك في هذا العام؟ أنا أكتر حاجة لفتت نظري أن الناس اللي قدمت ألبومات كاملة يعني عندنا وينجي مغني راب عندنا مراوان بابلو مغني راب لجاسي مغني راب مراوان موسى مغني راب دول قدموا ألبومات كاملة في حين أن أغلب مغنيين سوق الموسيقى الطبيعي يعني أو اللي بتسميه بوب ميوزيك هم مقدموش ألبومات معندهش غير تقريما غير رامي صبري وعمر جاب بنزل من شوية الألبوم بتاعه لسه ما كملتش يعني سميني ألبوم حمائي برضو كان ليه ألبوم لم يكتمل طبعا بسبب ظروف الحرب على بزة طبعا ما كملش نزول الأغاني وعندنا حمزة نامرة برضو بس أكتر ناس كانت بنزل ألبومات بالشكل يعني المترابط والكلام ده هو كان مغنيين الراب يعني وأنا بسوف كمان أفضل ألبوم في خلال السنة كلها على المستقل فني ألبوم مراوان بابلو وآخر قطعة فنية مين أنجح صوت في الحفلات أنجح صوت نسائي في الحفلات في 20-23 يعني من أنجح صوت رأيي شخصية أو حفلات يعني أكتر ناس عملت حفلات ملحظاتك يعني مين أنجح صوت وصل للناس يعني 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 طبعا أنغام السنة دي عملت حفلات عظيمة جدا يعني سواء في مصر سواء في مصم الرياض يعني أنغام لا يعود عليا في اللايف أكيد النقد الموسيقي محمد شميس قلت لي عمر الدياب محقق ومكتسح وأنغام كمان في الحفلات أنا كده تمام أنا كده مع الأجيال بتاعتنا بنشكر كل الأجيال الشابة نتمنى لهم الخير سنة حلوة بإذن الله تفضل مصر بدل بلد التنوع ناقد الموسيقي محمد شميس أنا بشكرك شكرا جزيلا وأقول لحضراتكم بأنه بلدنا ما الشباب بيسمعوا الأغاني الجديدة والراب والتراب والأغاني الشعبية في ناس تانية بتروح الأوبرا وبتروح لحفلات في ناس تالتة لسه بتسمع الأغاني الترابية العظيمة في محطاتنا اللي موجودة على الراديو المهمة اللي لسه بتعمل ساعة للعندليب وساعة للست هي إحنا أهل المغنى هنفضل نسمع كل مطربينا وكل رموزنا هو ده الشعب المصري يغني ويستمتع بكل الأجيال فاصل وانا تواصل ولسه مكملين معاكم حاجات كتير وحصاد متنوع كبير لأن مصر اشتغلت كتير صدقوني تعبنا واشتغلنا كتير في عشرين تلاتة وعشرين هتشوفوا ده بالأرقام في الفقرات القادمة ابقوا معا نقدر نقول أنه عشرين تلاتة وعشرين هو عام الحصاد في مصر بالنسبة للقطاع الصحي حيث خادت مصر الحقيقة رحلة طويلة جدا في هذا القطاع من 2014 ونجحت مصر في معركتها ضد فيروس سي كلنا فاكرين تماما قد ايه كانت المعركة بعدها كانت الأعلى طبعا المعركة دي الأعلى في العالم وصولا لخلو مصر من فيروس سي وأعلنت منظمة الصحة العالمية حصول مصر على المستوى الذهبي وده طبعا يعني كان حاجة رائعة جدا والانتصار على فيروس سي وهو طبعا وعلى الالتهاب الكبد الوبائي وتأكل وطبعا ده أكد لنا كمان بعدها الحملات اللي بدأت مصر تشتغل عليها خاصة مئة مليون صحة قد ايه استفادت الناس من مئة مليون صحة الكشف المبكر واكتشاف فيروس سي والأمراض كمان المختلفة وتوسعت كمان في مراحل زي مرحلة اكتشاف المبكر للأوراب وفقدان السمع عند الأطفال وغيرها من الأشياء اللي ساعدت كمان على خلق وعي صحي كبير جدا في المجتمع المصري كان التحدي الحقيقة أكتر في أزمة كورونا واللي استطاع القطاع الصحي في مصري انه يواجهه كلنا كنا متابعين ده والحمد لله عدينا به بمستوى كبير جدا من تصنيع اللقاحات زي ما شفناها وتابعناها مشاريع ضخمة كبيرة ووجود الحقيقة ومجهود كبير كان واضح جدا في كل ما انت عامل في قطاع الصحة في مصري خلينا نرصد مع حضراتكم هنا في استوديو التاسعة أهم المشاريع القومية في قطاع الصحة اللي حتطم منكم انتم على صحتكم ضيفي هو دكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية دكتور أنور مساء الخير الحقيقة أنا بعتبر أنه حصاد مهم جدا الحصاد الصحي في مصر أنا بشك حارك جدا على الدعوة الجميلة وحبينا أن احنا نوضح المجهودات اللي عملتها الدولة المصرية وخاصة من 2014 في ملف تطوير المنشآت الصحية ويجب من 2014 حتى الآن بالأرقام احنا عملنا ما يقرب من 1135 مشروع في 27 محافظة بإجمال استثمارات مباشرة لما يتعلق ببند واحد من كان فيه الانشآت حوالي 100 مليار جنيه يعني الدولة المصرية تم استثمار 100 مليار جنيه بشكل مباشر في ضخ لمنشآت صحية بكان محرك منشآت صحية من أول مركز ووحد الطب الأسرة اللي موجود في القرية البسيطة إلى المستشفيات العامة أو المشفاة المركزية إلى المشفاة التخصصية إلى المجمعات الطبية والمدن الطبية فقدرنا من 2014 حتى الآن نعمل وننتهي من حوالي 1135 مشروع بإجمال استثمارات 100 مليار جنيه وكانت الخريطة الصحية بنسبانا وتوجيهات سترايس ما منتكلمش على محافظة بعين إحنا لازم يكون شغالين في 27 محافظة ويمكن الميزة في وزارة الصحة أن العامة فيها تراكمي يعني هو حاجات بتكمل على حاجات عشان كده النهاردة مفيش محافظة في مصر من 27 محافظة مفيهاش باسم صحية جديدة مفيهاش منسئات شحية جديدة مفيهاش وحدات صحية جديدة مفيهاش مستشفيات عامة جديدة لزي ما حرك عارفة القطاع الطبية هو جزء منه هو المنشئات اللي بتبني فيها تقديم الخدمة بالإضافة للمسلزمات والأدوية إلى الكوادر الطبية إلى المنظومة الكبيرة الخاصة بحلم المصريين في منظومة التأمين الصحي الشامي اللي بدأ يخش فيه بعض المحافظات التدريجين في الستة الأولينين والمراحل تبعا فالحمد لله احنا من 2014 حتى الآن عندنا توجهات قوية جدا وعندنا دعم قوي جدا فيما نطلق عليه المشروعات القومية الخاصة بوزارة الصحة تحب نستعرض مع بعض كده كمان مشاهدين يشوفوا أهم المشروعات الخاصة بوزارة الصحة نتابع مع بعض نشوف أهم المشروعات دي المشروعات القومية وزارة الصحة وطبعا احنا الآن في شهر ديسمبر 2023 هنبدأ أول حاجة المشروعات القومية وزارة الصحة الفترة من يونيو 20 إلى 23 فنبدأ نتكلم فيها احنا حبينا الفترة اللي فاتت نشتغل على ما نطلق عليه النمازج النمطية طب ايه موضوع النمازج النمطية دي ببساطة شدية جدا لما منخش محافظة جديدة من محافظات المؤهلة للتأمين الصحي أو المرشحة للتأمين الصحي بنلاقي ان احنا عندنا كتلة سكانية تكافئ عدد أسر لقينا ان في وقت كتير جدا بيضيع فيه وقت من التصميمات ومشابه فقلنا نعمل نمازج نمطية نموزج لـ 100 سرير نموزج 200 سرير نموزج لـ 400 سرير وده اللي ناكحة فيه لوزارة خلال السنتين اللي فات وقدرنا نوصل لنمازج اقتصادية نمطية في تصميم المستشفى تمام هنا عدد تقولي نموزج 400 سرير يعني معناه أنا بتكلم عن المستشفى كبيرة بالضبط دي أقرب المجمعات الطبية دي نمازج المستشفى بالضبط فـ 200 سرير تأمينين سرير ده حجم المستشفى الطوارئ طبعا بنستخدمها لما يكون عندنا طرق سريعة فبعدنا مستشفى طوارئ زي ما عاملين طوارئ للسخنة عاملين طوارئ في محافظة شمال سيناء في بغداد وفي رمانا ففي بعض الطرق السريعة ما بنعملش مستشفى كبيرة بنعمل مستشفى طوارئ واستقبال عشان لا يقدر الله لو في حد من أهلنا تبقى حاجة سريعة وفيها إسعاف للناس فبقى زي ما حالك شايف فبعدنا نمازج موحدة عشان ما ضيعش وقت الدولة ووقت اللي استثمارات دي نقطة مهمة تمام لأن جزء من تنمية المدن الجديدة زي ما فيه إسكان وزي ما فيه طرق وزي ما فيه حاجات اللي دي مكون فيه خدمة طبية عشان كده بنعمل دلوقتي دراسات مع وزارة الإسكان في استغلال الأمثل للأراضي المخصصة للنشاط الطبي طب هي أفضل نموذج اللي يتحطى في هذه النمازج وده مكود كبير أوي معمول بيننا وبين وزارة الإسكان وفي بعض المشروعات كمان هنبص عليها بعد هذه السلايد على المشروعات اللي عمالناها في المحافظات هذا الكلام مش مجرد كلام نظري ده تحول كمان لأرض الواقع طيب نشوف أرض الواقع يعني هنا عندنا مشروعات تم إسناء وده برضو في نفس العام نبدأ من فوق يعني زي ما حرك مثلا محافظة الفيوم شتلاقي فيه محافظة في مصر ما تم اشترح فيها مشروع جديد السنة اللي فاتت وفيه مشروعات تم ترحاها الحمد لله خلال الشهر اللي فات وفيه مشروعات كمان بعد واحد سبعة اللي جاي في سنة المالية جديدة احنا عندنا هنا مثالين فيوم ودميات عندنا أكتر بالمثال يعني في الفيوم عندنا يوسف الصديق دي مستشفى 200 سرير بحوالي 1.3 مليار حتى البحيرة فيها مستشفى حشعيسة في بنيسويف في مستشفى ناصر في دميات مستشفى فراسكور في المنوفية مستشفى أشمون في بنيسويف في مستشفى بيبة في الشرقية مستشفى أبو كبير دي مستشفى 180 سرير كمان الستايد اللي بعدها فيه البحيرة في أبو حمص وهكذا في بيبة الحرك فيه 15 مشروع حتى شمال سينة حتى الوادي الجديد حتى لوصر طب أنا هنا هسأل سؤال أنا كمواطن يعني أنا لما بشوف ده الفيوم البحيرة بنيسويف دميات المنوفية بنيسويف وغيرها والشرقية أنا هنا وأنا في المحافظات دي مش محتاجة روح القاهرة أو محتاجة روح المنصورة أو اسكندرية بالضبط الفترة اللي جاية هيبقى الخدمات الصحية وده فكرة تأمين الصحي الشامل تأمين الصحي الشامل بيقوله حرك إيه إن حرك عندك حاجة اسمها وحدة صحية قريبا من مكان سكنك اللي هو القرية اللي هي معظم أهلي ده موجودين فيها بياخد الخدمة مباشرة 70-80% من اللي هو محتاجه بيوجود موجود في الوحدة الصحية طيب الوحدة الصحية لقيت إن المريض أو المواطن المحتاجي يتحول إلى مستشفى فبتهم يتحوله أقرب مستشفى زي اللي هي المستشفى التي تبقى قريبا للنطاق الجغرافي بتاعنا في القصة دي طيب هنشوف اللي بعده زي ما أحرك ما فيش محافظة في مصر في المنوفية مساء بنعم مشروع مهم جدا اسمه أورام منوف زي ما أحرك عارف إحنا الوزارة ما بنعملش مستشفى تعمى بس بنعمل كمان مراكز أورام ومراكز أورام بالنسبة لنا هي مشروعات يعني بالنسبة لنا مميزة جدا ليه أولا بنبقى خدمة واحدة في المحافظة كلها ما بنعملش أكتر من مركز هو واحد مركزي بيبقى فيه عدد أسرة كبيرة جدا بيبقى فيه كمان بيخف الضغط على أهلنا يعني المنوفية ما فيهاش مركز أورام خاص بوزارة الصحة فاللود عليه كبير جدا فأهلنا هناك بيضطر يسافر لطنطة بيصار يسافر للقاهرة لا إحنا النهاردة لو المشروع ده خلص بإذن الله خلال السناثين الجايين مش هندطر أن حد يتحمل يعني إذن مشروع الأورام ده قدامه سنتين كل هذه المشروعات قدامنا من 18 إلى 24 شهر بإذن الله لأن فيه حاجات بدأت وفيه حاجات الحمد لله بتشتغل فيها بسأولها إذن ما حرك شايفها مش هتلاقي محافظة في مصر لم يتم وضع فيها حجر أساس ده مشروع واثنين وثلاث حتى الده أهلية زي ما حرك شايفها الشرقية تانية الشمال سين عندنا مشروعين البغداد ورمانة اللقصر في القرنة عندنا كمان أبو حمص في البحيرة زي ما حرك شايفها عندنا مشروعات كمان مهمة جدا لو حرك اسمها أنا مستشفى اسمها أم المصريين أم المصريين دي مستشفى عطيقة وليها تاريخ مهم جدا في مصر بنعملها مشروع كبير جدا لرفع القدرة السريرية بتاعتها ورفع كفائتها عشان تقادي وظيفتها بشكل متكامل طيب أنا كمان شايف المبالغ التقديرية دي على أي أساس الخدمة المقدمة على أساس المشروع نفسه ككل يعني لأنها مختلفة من مكان للتين بالضبط لأن بتختلف على حسب المكان وعلى حسب المساحة وعلى حسب العدد الأسر ففي بعض المستشفى 200 سرير في بعض المستشفى 300 سرير في بعض المستشفى 100 سرير فقط عشان كده الرقم هيتغير على حسب المكان هي دي تكلفة التكلفة الخاصة بالإنشئات المبدئية ده برضو هنا احنا بنشوف كده خريطة مصر ولكن خريطة مصر بالخدمات فخرينا نتكلم من الأول دراسة الخطة الاستثمارية عدد المستشفيات والتكلفة يعني لو بصرنا كمان على السلايد اللي بعدها هتبقى أكتر تفصيلا لأن فيها جزء مهم أوي زي ما حرش شايفها احنا من النهاردة مخططين لغاية 20-30 احنا هنوصل لفين كل سالة مفروض نترح مشروعات عاملة ازاي لو جبنا بس السلايد اللي بعدها بعد إزحراك هتلاقي كل سالة مطلوب مننا نعمل ايه لو قلنا النهاردة من النهاردة لغاية المستقبلي انا محتاج اشتغل في 100 مشروعات عاملة ازحراك دي خطة من النهاردة الغاية 20-30 مقترب في 6 سنوات ابو الضبط 6 سنوات القادمة احنا محتاجين نخلص المشروعات اللي معنا ايه وكمان نترح مشروعات عاملة ازاي لو عملنا هذه المشروعات بنتكلم في اجمال عدد مشروعات وهنا بتكلم عن المشروعات الميجا بروجيك اللي هي المشروعات دstemقشفات كبيرة او المجمعات الكبيرة غير المشروعات الصغيرة اللي هي واحدة صحية اللي هي بتخدم الناس والتواري النمازج الاولى اللي اتكلمنا عنها بالزبط لان حتى الوحدات الصحية احنا عملنا لها نمازج نمطية فهي بردو شغالة بشكل نمطي لو رجعنا بس للسلايدي اللي فات هنرجع تانية للسلايدي اللي فاتت على طول فده اللي احنا بنتكلم عليه الخريطة الصحية المستقبلية الحالية والمستقبلية وزارة الصحة بنتكلم في إجمالي 100 مشروع بنتكلم في تقديري ده اللي احنا بنتكلم عليه خلال 6 سنوات القادمة حوالي 100 مليار جنيه حريك ده ممكن يعمل عدد أسرة 17 ألف سرير إضافي يعني على المنظومة الحالية بنزود 17 ألف سرير تانين وال17 ألف سرير دول مطابقين للمعايير مطابقين للجودة مطابقين للكودات الجديدة وما فيش مشروع بيتم تنفيذه في وزارة الصحة ومش معتمل ما هيك اللي هاتم واهم حاجة الرقم بتاع 27 محافظة فإذا المشروع على جمهورية مصر العربية بزابط يعني انت بتغطي الخريطة المصرية كلها بزابط صحيا بزابط عشان كلا حركة تلاقي ان انا بشتغل في الصعيد وبشتغل في بحر بشتغل في شمال سيناء وبشتغل في البحر الأحمر مفيش محافظة في مصر لا يتم العمل فيه يعني الحرك اللي احنا شغالين فيه دلوقتي انجوينج حاليا وده الحرك شفتي بينه أمثلة زي يوسف صديق وزي بيبة وزي القرنة وبشابة دي حوالي 32 مشروع بحوالي 35 مليار أنا بتكلم على التكلفة الإنشائية فقط طبعا لست فيه حوالي تلتة هذه التكلفة بتروح للتجهيزات والفرش الطبي وغير الطبي لكن لو حرك بصي حرك ده هيخش المنظومة ايه شلالي الساعتين الجايين بنتكلم طب استأذنك هنا على الخريطة الأحمر ده هو انتشار الخدمات الصحية باشكو حرك جدا على الخريطة الصحية في مصر زي محرك شايفة بحنا نشوف انه خريطة الصحية موجودة بالضبط انت محرك مفيش محافظة مش موجود فيها بصمة صحية جديدة عشان كيل حرك سواء المشروعات الحالية او مشروعات المستقبلية انت داخل في الصحرة كمان داخل في كل مكان دي المستشفى الخاصة زي محرك ما بيش حاجة سبناها للصدفة ما بيش حاجة شفناها لان في مستشفى عندنا عدى العمر بزاني بتاعها 50 سنة فالمشروعات من الشهاب بقى حالتها صعبة جدا لتم استبدالها بلاس ان احنا دلوقتي كل هذه الخدمات يعني 180 جرفة عملية جديدة 830 غسيل كلاوي 577 حضانات 1300 رعاية ولو حطره حركة بسيطة نسبة أسيرة الرعاية لأسيرة الإقامة تقريبا 30% ل40% لان دايما اللود علينا أكتر او الاحتياج أكتر فأسيرة الرعاية المركزة او الحضانات عشان كده احنا معليني النسبة بتاعتها زيادة شواء كده نقدر أقول انا في خلال الست سنوات القادمة هتبقى مصر اتنقل اتنقل صحية مختلفة تأمين الصحية هكون نشتغل كل هذه الامكانيات وهتبقى هي تزيل خريطة الصحية بالضبط كل نقطة من دول فيها يا مشتصفة جديدة يا وحدة صحية جديدة يا معهد فني صحي جديد يا بنك دم جديد يا مكتب صحة جديد زي ما حرك هي خدمات متكاملة باكتش على بعض وعايز أقوله حرك حاجة مهمة جدا كل مشروعاتنا الجديدة فيها التحول الرقم يعني مشروعاتنا ما بقتش هي المنشآت التقليدية العادية بجد كل هذه المشروعات كلها متحولة مؤحلة بالضبط يعني كل المستشفة جديدة او وحدة صحية جديدة او مكتب صحة او بنك دم او معهد فني كلها حاولناها لحاجات زكية يبقى فيها الحد الأدنى من مطالبات تحول الرقم من سويتشات من واي فاي بحس لو ابتدي اخش المنظومة ابتدي اربط على منظومة تأمين صحي الشامل اربط على المنظومة الخاصة الرقمية ومشاب يعني ده احنا كده كمان هنبدأ نحس انه يعني المحافظات الكبيرة والقاهرة هتكون يعني مفيش فروق ما بين الخدمات المقدمة الحديثة اللي هتبقى موجودة زي ما حالك عارفة الناس كلها معظمة بيحب ييجي القاهرة عشان بيقول انا عايزة روح معهد ناصر انا عايزة روح معهد الاوراب بعد شوية حيلاقي الخدمة نفسها بنفس الجودة بنفس المعايير موجودة جوه المحافظة بتاعتها في مكانه في محافظته هيكون معها طبعا الخدمات الطبية المهمة زي العيادات كل حاجة يعني هلازم اكشف عنده الدكتور في المحافظة بتاعتي واعمل العملية في المحافظة بتاعتي فاذا اللي هي بنسميها لوجستيات مهمة هتبقى موجودة في كل حاجة كل حاجة موجودة بالضبط هنا ايه؟ ده جزء من اللي زي ما حالك احنا اعتمدنا عشر مستشفات نمطية دي هتبقى في المشروعات المستقبلية السلايد اللي بعدها هتبين هي المكان بتاعها فين زي ما حالك خايفة مفيش التركز في حتة معينة فالعشرة دول هتلاقي حركة في القليبية في السيود في القنة في البحيرة انا عايز اعرف كلمة تكلفات رئاسية واحتياج عاجل مقصود بيها اين؟ احيانا طبعا بيبقى فيه يعني اهتمام من القيادة السياسية بالملف الصحة وده الحمد لله اكتر ملف بيتم فيه للاهتمام فبقى فيه توجيهات احنا عايزين نتوسع في الخدمة الصحية عايزين نقدم خدمة الصحية بشكل افضل فده معناها تكلفات رئاسية احتياجاتها عجلة معناها ان المنشآت دي حالتها الانشائية الى حد ما محتاجة دعم من الدولة فبيتم التدخل عليها طبعا عندنا مشروع كبير جدا اسمه حياة كريمة حياة كريمة طبعا المشروع ده دعمنا كوزارة صحة بقفزة غير طبيعية في عدد منشآت وحدات صحية وكمان المستشفيات فقدر يدعمنا في حوالي 1100 وحدة ومركز وده حاجات صغيرة جدا انك تقدر لها انتشار في 20 محافظة و23 مستشفى ده اللي شغالي عليه برضو كلام ده خلال فيه جزء خلص وفيه جزء يخلص قبل 30 ستة القادم وهنا حياة كريمة لانه التطوير اللي حاصل في الريف المصري هيبقى داخل فيه ايضا المنظومة الصحية بزاف زي ما دخلنا القرية وترفع كفاءة او تعمل مركز شباب ومركز تضامن ومركز خنمات تتعمل كمان وحدة صحية جديدة والوحدة صحية جديدة متابقة في التحاول الرقمي متابقة في الكود متابقة في المعايير لكل حاجات زي ما عارك شايفة لو هنبتدي فيه البعد 1-7 القادم إن شاء الله في المشروعات القادمة عندنا في كله محافظة برضو حاجة محافظات تانية بقى غير حاجة في تيوم الأولانين بعدنا نخش في كفر الشيخ بعدنا نخش في المينيا بعدنا نخش في مشروعات تانية متغامر المينيا أبو المطمير البحيرة قوس قنى الفتح أسيو زي ما عارك مش تلاقي إحنا مركزين في حتة اللي فيها خدمة صحية محتاجين ندعم فيها أهلنا في الصعيد هل كمان التعداد السكاني الكتير اللي محتاج خدمات أكيد حيكون محتاج خدمة صحية صحيح بحيث برضو نشوف الأقل سكان حيكونوا محتاجين خدمة أقل الأكثر محتاجين صح من السنة جاية فيه محافظات الحد ما وصلت للاكتباه بتاح زي مثلا السويس زي الإسماعالية زي بورسعيد بعض المحافظات خلاص وصلنا للفول كباستي بتاعتها وبالتالي ما بقيتش محتاج أننا نحط فيها مستشفات تانية فبتدي أحول جزء من السمارة على المحافظات التانية اللي هي لسه محتاجين أصبت فيها المعيان الصورة الحلوة دي لكلها سعادة إيه سبب السعادة هنا هو دي منظومة مجلس الوزراء يعني مشكورا عامل منظومة لمتابعة المشروعات برضو ده جزء كبير جدا من الدعاء والتحاول الرقمي في الدولة المصرية أن دي المنظومة الخاصة في مجلس الوزراء اللي كل الوزراء بيتم اتابعها عشان كده وحرك احنا مشروعاتنا كلها موجودة على المنظومة بنحدثها وبنشتغل فيها من خلال المنظومة عشان كده أقدر أخش في أي وقت لو عملنا بس سكرول لبعض السلايدز بين المنظومة هنبين أن احنا عندنا زي ما حركت شايفة كل النقط دي معناها مشروعات مفتوحة يعني أنا أقدر أنا كمواطن في مشكلة في مشروع طب عايزين نشوف المشروع ده اتأخر ليه طب المشروع ده محتاج دعم مالي فتشوفوا على طول المعلومات بتاعته يبان بالظبط كده المشروعات دي عاملة ازاي وده زي ما حركت شايفة متغطي في كل المحافظات دي اللي هما 1125 مشروع في 27 محافظة بالمراكس أنا عجبني هنا كمان توزيع حالة المشروعات على المراحل يعني المشروع ماشي بسرعة متعطل واقف في مشاكل هي دي بيزي التحور عشان كده جزء من قطاع المشروعات القومية فزارة الصحة بقى متحوري رقمية إن أنا لازم عندي منظومة أتابع بيها المشروعات طبعا إحنا بديمني هذه المنظومة يعني المنظومة دي دايما في تحديث ومتوقع لغاية 36 جاه يكون شكل داش بورد متكاملة لحتى الشغل على الأرض بمتابعة البرامج الزامنية للمشروعات أكيد هل نسرح الجراف ده لأنه مهم دي هي توزيع الأقاليم زي ما حالك شايف إحنا مصر دايما فيها سبع أقاليم هل نقول مثلا تكلفة المخططة لقطاعات على الأقاليم دي بيبان طبعا هي توزيع الأقاليم لشكل المشروعات هنا بيباني العدد وهنا بيباني الفلوس هنا بيباني حالة المشروع ما بين متكلف ومنصرف هنا بيباني إذا كانت تنفيذ أو البدء أو الإغلاق أو المشروع بيتحط حتى لو مشروع لسه فكرة تصميمية ببتدى حطه على المنظومة فبالتالي بيباني حالك المنظومة دي ربطت كل المشروعات القومية صحيح أنا حابب بس أن نبص على شكل صور لبعض المشروعات موجودة في السلايدز اللي بعد كده نعدي بقية المشروعات هنشوف اللي بعده بعد كده دي توزيعات بقى دي توزيع المشروعات على المحافظات نفس زي ما عارك مش تلاقي المحافظة ما فيهاش مشروعات خلص ما إحنا اتفقنا إحنا عندنا 27 محافظة والمشروعات موجودة في 27 محافظة تمام فيه صور بس وفيه لبعض المشروعات أستاذ حرك فيه خلينا نرجع تاني بس هسأل سؤال بس أسأل مخرجنا نرجع تاني الصورة اللي قبلها اللي قبلها يعني هنا مثلا مكتوب أخضر يبقى إذن هنا مكتمل صحيح مشروعات مكتملة معلق قليلة قوي يعني في محافظة هنا في حالة مشروع فيه مشروع واحد بسلا ممكن يبقى لسا عندي مشكلة في الأرض بتاعت أصفر لم يبدأ وده مش موجود الحمد لله والأزرق هو جاي جاري اللي هو الأزرق بقى تحت العمل ده أنا دلوقتي كوزارة بقى مجي أركز في مشروعاتي أركز خلاص الأخدر خلص يبقى عندي مشكلة واحدة في محافظة هنا زوحريك قلتي وعندي بعض الحاجات الجارية اللي محتاجة أخلصها قبل نهاية سنة المالية طيب لحد المشروعات دي ما تنتهي إحنا شغالين على نفس النموذج الأولاني خالص اللي هو عندنا الطوارئ عندنا نماذج عندنا المبادرات عندنا العربيات المتنقلة يعني بنقدر نخدم الناس لحد ما ننتهي من كل هذه المشروعات صحيح ولما المشروع بيخلص هندي مثالها دلوقتي لمجمع السويس لو سلايد فيها بعض الصور للمشروعات في المحافظات عندي مجمع السويس ده خلص ده في محافظة السويس ده لسه خلصان هنسألهم لو عندهم مجمع السويس نعرف نشاهده وعندنا فيديوهات لمعهد ناصر وعندنا حاجات يعني لو نبتلي نبص عليها لأن الحاجات دي هي أدت فاليوب اختلفة معهد ناصر اتحول من مجرد مستشفى كبيرة حوالي ستمائة سرير إلى مدينة طبية صحيح فيها ألف وستمائة سرير صحيح مشروع ده الواحده داخل في حوالي ثبانية ونصف مليار جنيه ده إنشاءات فقط مشروع ده مدته ثلاث سنين مشروع ده هينقل معهد ناصر إلى خدمة ثلاث أضعاف الخدمة الحالية هتكون تخيل حجم المشروع عن النفسي بس يعرضوا الفيديو بتاعه دي أحد المقترحات الخاصة بالصحة النفسية برضو ده ملف مهم جدا في وزارة الصحة بالضبط احنا مش تشغلش على العلاجي فقط أو الوقائي بس كمان الصحة النفسية وقد حيز من اهتمام الدولة فيما يتعلق بالصحة النفسية فبدأنا نفكر إن يكون عندنا مدينة طبية للصحة النفسية يبقى مش مستشفى يعني مش هيبقى في العباسية بقى بتاعت صلاح سلم موجودة وكل حاجة لكن عندنا بقى اعتنا أكبر عندنا كمان مدن طبية في بقية المحافظات عندنا مدينة طبية يبقى فيها جزء من العلاج وفي نوع جزء من الاسترخاء وجزء من العجل نفسي وجزء كمان للسياحة العلاجية إذا ورحكي إن الموضوع النفسي ده يعني أقبال عليه جدا وعادي نخرج بره الإطار التقليدي اللي هي العراجة ده في السويس حضرتك ده مقترح مكانين واحد في العالمين واحد في حدايا العاصمة ده لسه من المشروعات المستقبلية العالمين دي استشفى أصلا من غير ما يكون في حاجة يعني باشك حارج جدا لأن ده جزء من المرض النفسي جزء كبير منه هو بيبقى جزء عايز يبقى في مكان مختلف زي مكان زمان كان فيه حاجات في حلوان وحاجات كده دي هتبقى حاجات أكثر تطورة بقى أول بس فيه بس الفيديو بتاع معهد ناصر لو نقدر نجيبه كمان لأن ده بيبقى متصور على الوضع الحالي اللي ده بقول الحاجة ده بيعتبر أكبر معهد ناصر اللي تم تحويله لمدينة طبية ده أكبر مشروع طبية يتعامل في تاريخ وزارة الصحة يعني إحنا يعني أكيد هنتبع مع حضرتك أكيد مرة تانية ولكن الحقيقة يمكن الأرقام اللي شفتها أنا بحب أتعامل دايما بالرقم بالمعلومة وأعتقد كمان إن المشاهدين بيرتاحوا لما يشوفوا مصر الآن تدار بالعلم معهد ناصر عشان حضرتك سبع مطمئن معهد ناصر أنا أحرك بس اللي إحنا مهتمين بهذا المشروع أنا ده أكبر مشروع ضخم طبي هاتعمل في تاريخ وزارة الصحة حتى الآن ما عندناش مشروع بهذا الحكم المشروع ده أبو حرك كان فيه 600 سرير النهاردة هنوصل لـ 1600 سرير كان فيه اتنين لينير أكسيريات واللي هو معجلات الخطية لمعجلة أهلين المرضى الأورام هيبقى فيه خمس معجلات خطية حركة الكريمة على سكيل مختلف جدا دي صور طبعية زي ما حرك شايفها فيه مباني طلعت على الأرض خلاص ده مبنى سكن الأطباء سكن الأطباء لأنهم أهم ناس لازم يكونوا فراحة كل حاجة من دول احنا عدينا مشروع الواحدة وكمان خاصة بسكن الأطباء ورفع كفاءته في كل المحافظات لأننا الطبيب بالنسبة لي هو أهم أدابة قدم الخدمة بالضبط زي ما حرك شايف احنا المشروع النهاردة على الأرض برجرسنج عالي جدا نسبة تنفيذه وخلال ثلاث سنين كمان يخش والمشروع شغال الآن يعني ده ده مش مستقبلي ده واقع ده صورة حقيقية كاملة بالضبط وإحنا يعني فيه طلبة جامعات بيجوا زورونا في هذا المشروع من كمان جامعات أجنبية لأن هذا المشروع كبروجيك مارجمت من إدارة المشروعات وحجمه مش مكرر كتير في مصر لما يكون فيه مستشفى بهذا الحجم الموضوع بيبقى مختلف الانتهاء منه إمتى؟ إن شاء الله خلال ثلاث سنين هيكون انتهى هيكون انتهى تمام هيكون تحول إلى المدينة الطبية المدينة الطبية المتحملة مدينة ناصر الطبية بإذن الله ببنى عادات مختلف جديد ببنى جراش حتى عمل له جراش جديد عشان نستوى بالعدد بامتداد للأسرة بتاعته والعمليات والخدمات الطبية فتحت نفسنا وطمنتنا وإحنا بنينهي سنة نطمن على بلدنا ونعرف إن مشروعاتنا بخير ولسه كنت بقول الأمنيات ما بتتحققش غير بالشغل كتير والعمل كتير بشكرك شكرا جزيلا دكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ونتمنى لكم كل التقدم إن شاء الله وتهتموا بصحيتنا إحنا المواطنين لأنه شعبنا ده مهم جدا بنشكرك شكرا جزيلا بشكرا جزيلا شكرا لحق حاولنا كده في التساعة إن إحنا نعرض لكم بالصوت والصورة كل حاجة علشان تعرفوا إنه بلدنا ما بقاش فيها التطوير بالبركة أو حنعمل أو نغرس كده شجرة ونقول المشروع حيطلع أو نروح نتصور كده جنب لوحة أو صورة ده اللي انتوا شفتوه دي الأرقام ده الواقع مصر بخير بإذن الله هنكمل معاكم بعد قليل وحنروح لحصاد آخر يهمكم يكونوا معنا في التساعة بعد فصل قصير خلينا نتفق مع حضراتكم إنه هو المواطن المصري عايز إيه عايز يعيش بأم وأمان ويكون الغذاء بتاعه مؤمن والدنيا تبقى واضحة ويعرف الزراعة رايحة فين والصحة رايحة فين علشان كده فكرنا في التساعة إنه إحنا النهاردة وإحنا في الحصاد مع نهاية عام نتكلم معاكم ونقولكم من مشروعات الدولة رايحة فين أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية اهتماما كبيرا بمجال الزراعة وده طبعا بهدف تحقيق نهضة زراعية شملة في مصر بشكل عام زي ما شفته عشان تأمين غذاء المصريين الأكل اللي المصريين بيأكلوه والاهتمام بغذاء المصريين ده شيء مهم جدا والأهم كمان تقليل فاتورة الاستيراد لأن إحنا عارفين إنه كان عندنا فاتورة عالية نستورد حاجات كتير لكن دلوقتي التفكير بقى مختلف كل ما نقدر نزرع شبر يطلع غذاء للمصريين هيكون أفضل الأكتر كمان فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية بالإضافة لتوفير مئات آلاف فرص العمل طبعا لما يكونوا ولادي وأهل بلدي بيشتغلوا في أرضهم مش أحسن ما يشيل الشنطة على كتفه يهاجر يسافر لا خليه عندنا في مشروعاتنا الزراعية القومية الكبرى اللي بتطلقها الدولة خلال سنوات كتيرة ومختلفة طول الوقت ضيفي هو دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة دكتور فهيم مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم ربنا خلينا يعني عايزين كده دكتور محمد معاك تقول لنا وإحنا بنتكلم على حصات سنة طمنا على مشروعاتنا الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية أشكر حضرتك جدا على إتاحة الفرصة للمصريين يعرفوا إيه اللي بيحصل على أرض الواقع الزراعة وهو المجال اللي لاقى اهتمام كبير جدا من يعني من السيد رئيس الجمهورية على مدار السنوات العشرة اللي فاتت وحضرتك قلت كلمة مهمة جدا في المقدمة دلوقتي طريقة التفكير اختلفت طريقة تفكير الدولة للكطاعات الاستراتيجية فيها اختلفت تماما فأصبح قطاع الزراعة الآن ينظر لها أنه ليس فقط زراعة وأمن غزائي بل أمن قومي لمصر ليه؟ لأنه هو اللي بيوفر غزائي المصريين والحمد لله لو شفنا ما حدث في قطاع الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة الثلاث أربع سنين اللي فاتوا هنلاقي أن هناك طفرة كبيرة جدا في كل المجالات ليه؟ لأن كل عارف والتاريخ عارف أن موارد مصر الزراعية محدودة للغاية سواء المياه أو الأراضي ولكن أن الدولة تهتم بهذه الموارد وتستثمرها وتستغلها أفضل استغلال ونقدر نعمل وضع معين من ملف الأمن الغزائي مصر بتحقق فعليا الأمن الغزائي لشعبها الكريم رغم محدودية هذه الموارد عن طريق مشروعات كبيرة زهرت ما قلت مشروعات قومية عن طريق سياسة زراعية مختلفة تماما عما سبق وزارة الزراعة تنتهج الآن سياسة هو سياسة الاستغلال لكل شبر ولكل مورد من موارد مصر الزراعية الموجودة فعليا السيد وزير الزراعة في كل الملفات التي تولاها منذ أن تولى هذا الملف لم يطرق كبيرة أو صغيرة إلا وركز عليها وكان هناك النتيجة واضحة للجميع وهو الحمد لله استغلال ونجاح لكل موارد مصر الزراعية طيب نبدأ كده محضرتك ونشوف المحاور بتاع التنفيذ زي ما قلت الاستراتيجية الخاصة بوزارة الزراع نشوف ايه المحاور الأساسية زي ما حضرتك ما شفت بالزبط طالما أنا بعاني من مشكلة في محضرية الركعة الزراعية فالدولة فقرت واتخذت قرار أن يتم التوسع في هذه الصحراء الممتدة والمتدة والموجودة منذ ألاف السنين أفقي ورأسي توسع الأفقي يعني لهو فوق في كل حتة ما سيبش مكان ما سيبش مكان ولا سيب أي مورد زي ما قلت الحرك إلا ويتم استغلاله فتم إضافة ما يقارب مليون ونص إلى 2 مليون فدان في خلال 10 سنوات ودي أعتبر مش تفرق ده خيال لأن مصر بتزرع في 8 مليون فدان لما زود 2 مليون فدان في سنوات قليلة إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل على أرض الواقع عشان أقدر أزود ده اللي بيحصل أن البلد دفعت مئات المليارات في بنية تحتية للاستصلاح وجابت كل سحاري مصر لو حذلك شفتي آخر افتتاحات للسيد الرئيس الجمهورية في خلال السنة اللي فاتت بالتحديد هنلاقي أنه من شرق العينات على حدود مصر الجنوبية إلى تشكة في شرق مصر إلى مستقبل مصر في الشمال إلى 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 مفيش مكان لم تطأ قدم السيد الرئيس إلا ويعطي كل الخير للمصريين طيب نروح بقى مثلا زيادة تنفسية الصدرات الزراعية رفع كفاءة استخدام المياه ده فيه طبطين الترع طبطين الترع والتحول للرئي الحديث وكمان الاستخدام الميكانة الحديثة والممارسات الزراعية اللي مين خلالها والأصناف اللي بيتم فيما يسمى بالتوسع الرأسي خلي بالك أن كل المحاصيل الاستراتيجية في مصر كل المحاصيل الاستراتيجية في مصر قمح، رز، درة هي أصناف قصيرة العمر موفرة للمياه ومتأقلمة نوعا ما لتغيرات الملخية وإلا كان يبقى عندنا مشكلة كبيرة فالتوسع الرأسي البلد بزلت فيه جهد كبير وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخ مصر أن يتم تغطية كامل مساحة القمح في مصر بتقوى معتمدة كانتش بيحصل كنا أخرنا 20-30% وده اللي حيقلل الفاتورة الاستراتيجية بالذات الأمح طيب نروح هنا على التوسع زي يا حضرتك ما أنتشافة كده بص كده على أسماء المناطق دلتا، تشكا، وسط سينة، الوز الجديد والريف المصري كل مصر وبمساحات كبيرة جدا طبعا مساحات منها الزرعت حتى الآن ومساحات إن شاء الله تخش في الخدمة خلال الفترات القادمة وزي ما قلت الحرارة طيب عشان أضيف مساحة زي كده الناس لازم أن تكون عارفة يعني ده هنا فيه 2 و 2 مليون فتر في الدلتا الجديدة و1 و 1 في تشكا وشمال سينة كل رقم الأرقام دي مش رقم بتحط على خريطة ده فيه جهد كبير جدا لما يسمى بالحصر والتصنيف فرق بتنزل وتجوب هذه الصحارة في أماكن يمكن محدش لا راحة ولا قدم راحت قبل كده في الأماكن دي بالإضافة لذلك الدولة بتفكر ليه يكون فيه موارد للميا لازم أن يكون الموارد للميا الموجودة أنشأت 3 محطات عملاقة في تاريخ العالم كله وهي محطة المحسامة محطة بحر البقر ودلوقت محطة الحمام بإجمالي حوالي 15 مليون متر مكعب في اليوم دي دفعت فيها الدولة فلوس كتير دفعت فيها فلوس كتير عشان عندي مصدر للميا شحية عشان تقدر تغطي كل الأماكن الزراعية بالضبط هنا المشروع قومي للتوسع الرأسي ده التوسع الرأسي المنوع بمعنى إيه التوسع الرأسي بمعنى أن وحدة الفدان بدل ما يجيب على سبيل المسال 15 أو يجيب عشر أرداب بالأمح يجيب عشرين ويجيب اتنين وعشرين يعني نفس المساحة بنفس التكلفة تقريبا أحسن كمان تدي أضعاف الإنتاج ده ما بيجيش من فراغ لا بيجي زي ما قلت حضرتك أصناف محسنة بيجي من تأو معتمدة يجي دلوقتي عندنا وده تفكير عملي يعني علمي وعملي بدلنا نقول الحركة ليه أصبحت سياسة الدولة الآن في نظرتها ليه وتعاملها مع قطاع الزراعة مختلفة تماما أنا نفسي تشوفوا دولابي العمل جوا وزارة الزراعة يوميا مش هقول لك كل أسبوع حلوة الأمثلة دي وشوفي أدي أصناف الأمح أصناف الأمح من عشر أرداب للفدال لعشرين أرداب الدرة من حوالي 15 لخمسة وعشرين أرداب الرز من اتنين ونص طن لأربعة وخمسة طن للفدال أنا بتكلم في إيه طيب أنا بتكلم في ملايين الأطنان زيادة بسبب ما يسمى بالتوسع الرأسي طبعا محطات القصب الدولة حتى ما ثابتش محصول أصب لأن الأصب مش مجرد محصول ده محصول ثقافي ومحصول اجتماعي ومناخد منه سكر كمان في مناطق الصعيد فإنشأت محطتين محطتين لإنتاج شتلات الأصب ده بيزول إنتاجية فدان الأصب للضعف طبعا هنا الصعيد لأنه الحقيقة هو بيزرع في الصعيد وفيش أحلى من أصب الصعيد بيتركز في الصعيد فمن ينفحش ينسيب المزارع يزرع بطرق تقليدية بإلى 100 سنة حيث كده الدولة فقرت في إنشاء ودي في متابعة يومية بالمناسبة من السيد وزير الزراعة للمحطتين بحيث يعملوا طفرة كبيرة جدا دي شتلات أصب السكر دي المحطات دي محطة دي موجودة فين؟ موجودة في مصر موجودة في أي مكان في الشرق الأوسط لا في أفريقيا لا موجودة فقت في مصر في مصر حصريا ده معناه إيه الكلام ده؟ لا معناه أن الدولة بدأت تفكر بطريقة مختلفة زي حيث ما قلت وهنقول الكلام ده كتير بدأت تفكر بطريقة مختلفة ينتج عن هذا التفكير اللي حضرتك شايفة كده طبعا الصدرات الزراعية التنافسية الصدرات الزراعية عايزين شرح فيها وده بقى نقطة مهمة جدا في ظل من محدودية الأراضي ومحدودية المياه إلا أن الدولة بتفكر بطريقة تانية الله تمانا ما أستغل الميزة التنافسية لمصر وانتج محاصيل خضر وفاكهة تقضي الاكتفاء الزاتي وفي نفس الوقت أصدر منها زي ما حضرتك ما شفت في اللوحة القبل اللي قبلها كان فيها الموالح الموالح أكبر دولة بتصدر موالح ونجحت في الموالح بشكل كبير تبص على الأرقام كده أرقام طبعا من 4 مليون طن في 2014 وصلنا إلى 6 ونص والسنة دي عدنا 7 مليون طن 7 مليون طن بتصدره المين؟ بتصدره 160 دولة بأكتر من 405 منتج يعني الأرقام اللي هنا بتكلم فيها دي تعتبر قفزة يا فندم من سنين بسيطة ما كانش حد يصدق أبدا إنه ممكن نوصل لهذه الأرقام لهذه الأرقام هل الدولة وصلت الأرقام دي مجانا ولا وزلت بجهد وشغل وعرق وسياسة ومتابعة يومية زي ما قلت لحضرتك من كل المسؤولين كفاءة استخدام المايا وده شيء مهمة أوي طبعا التنقيت والرش اللي هي تحديث منظومة الرش وعاوزين نفهم المواطن البسيط اللي بسمعها مش المزارع المواطن البسيط إن الموضوع كفاءة استخدام المايا مش مجرد ريا حديث لا في ممارسات زراعية من خلالها ممكن أوفر ميا بمعنى إن الفدان اللي بياخد 3000 متر مكعف في السنة ممكن ياخد 2000 وشوية ويدلع لنفس الانتاجية ويحافظ على المايا الموجودة من خلال الممارسات الزراعية اللي فعاليا وزارة الزراعة بتؤكد على التوسع فيها قدر الإمكان النقطة دي مهمة جدا الزراعة التعقدية لم يعود المزارع أعلان السعر قبل الزراعة ده ما كانش بيحصل في تاريخ مصر من أيام القطن من أيام دينا أمثلة كده 50-60 سنة أقول لحضرك حاجة دلوقتي أصبح إعلان سعر الاسترشادي بالمناسبة استرشادي يعني إيه؟ يعني قابل الزيادة أثناء الموسم ووقت الحصاد بحيث يكون مساوي السعر السوق الزراعة التعقدية إن الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع وبالتالي بتأمنه بتديله أمان وبالتالي المزارع يشتغل كويس جدا عشان يأخذ ويتوسع في زراعة تهزيل المحاصيل وزي ما حارك ما قلت في المقدمة لتقليل فطورة الاسترادة عشان ما يعملش عبق كبير على العملة الصعبة الموجودة في البلد التحول الرقمي هي الزراعة مش مجال مهم طبعا ليها نصيب إنها تكون زراعة حديثة تعتمد على التحول الرقمي دلوقتي 90% من المزارعين مصر مع التليفون المحمول اللي هو التليفون السمارت ده وفيه توصيات وفيه كل شيء دلوقتي فيها عندنا كارت الفلاح متخزن عليه كل بيانات المزارع بالضبط يستلم الأسمدة بتاعته ياخد خدماته كلها يعني هو بالكارت بياخد كل الخدمات والأسمدة ما هو الفلاح الدولة بيتعاملوا على إنه مواطن زو شأن في هذا البلد طبعا فلازم يعامل من خلال كل الإجراءات والأنشطة اللي بتقوم بها وزارة الزراعة شاف الأرقام اللي حدرتك قدامك دي دي أرقام الخاصة بكطاع الزراعة ده كطاع الزراعة المصري أصبح في هذه المرحلة وفي هذا المستوى من الأرقام اللي حدرتك بيسان ب15% من النتج الإجمالي معدل النمو بتاع 4% قولي لي كده إيه اللي موجود في كطاع معدل النمو 4% قادي 25% من إجمال القوى العاملة وطبعا الصدرات تكلمنا عليها والمساحة المحصولية دي النقطة دي مهمة أو 17 مليون فدان معنى أنا عشرة أو تسعة أو تمانية معنى أنا بزرع كذا عروة في السنة وبأصناف قصيرة العمر عشان تحقق الرقم أزرح 17 مليون فدان معنى المساحة الأرضية بتاعته تسعة أو تمانية أو طبعا وصلوا إلى عشر خلال الأيام دي وبالتالي معنى إيه؟ معنى أن كل التقنيات الزراعية الحديثة الدولة بتؤكد وبتدعم المزارعين على تطبيقها ده مهمة أوي الموقف الحالي لنسب الاكتفاء الزيت احنا كلنا بنتكلم على أن يقولك فيه مثل يا دكتور يقولك اللي يملك قوته يملك قراره صح؟ فأنت كده لما وصلنا لنسب الاكتفاء الزيتي أنا مكتفي ذاتيا فأنا متأمن تمام لقف بلدنا ومعنا أكلنا تمام كده بص كده على اللي باللون الأزرق ده ده معنى أن الدولة وزارة الزراع السيد وزير الزراع السيد القصير دلوقتي مشتغل على المفهوم ده أن يكون عند اكتفاء زيتي وفائد للتصدير زي ما قلت حضرتك أن أنا أشوف محاصيل اللي قاربت على الاكتفاء الزيتي وقدر أدعمها نعم دكتور تحقق اكتفاء زيتي وفائد للتصدير فهنا محاصيل زي فكهة خضار اكتفاء زيتي أهو وتصدير وتصدير في نفس الوقت تصدير أدري يعني أنا عندي اكتفاء زيتي في الفكهة والخضار والرز والدرة والدرة رفاياة والدواجن والبيض والألبان ده اكتفاء زيتي الأصفر والأحمر واكتفاء زيتي ومع فائد اللي هو السبع مليون طن اللي أنا بصدرهم بصدرهم تقريبا لكل دول العالم يعني كل دولة بتستورد غزاء عندها ركن اسمه منتج مصنوع أو منتج تم إنتاجه في مصر منتج زراعي المحاصيل اللي دخل على الاكتفاء الزيتي محاصيل السكرية والأسماك وغيره خلينا نبص على الرئيق المستقبلية للقطاع الزراعي المحاصيل دي دخل على اكتفاء الزيتي لا زي الأمح والدور لا دي محاصيل الفجوة اللي ما زالت فجوة طبعا لأنه محتاجة مساحات كبيرة وده اللي الدولة بتعمله من خلال التوسع الأفق بالمناسبة ومحتاجة إنتاج أكبر من خلال التوسع الرأسي فالمحاصيل اللي فجوة الدولة حطاها ووزارة الزراع حطاها نصب عينيها بس حتقلل شوية الفاتورة الاسترادية وده اللي بيحصل دلوقتي من هذه المحاصيل رؤية وزارة الزراع المستقبلية ده دولاب العمل اللي سيد وزير الزراع حطه أمام عينيه يوميا إنه لازم تقليل فجوة من السلع الاسترادية عشان تقليل فاتورة الاستراد اتجاه لزيادة تنفسية للصدرات الزراعية أنا أصدر أكتر وأفتح أسواق أكتر وجوجة المنتج المصري الزراعي يكون موجود في كل دول العالم وبقية الإجراءات الموجودة الحياة كلها في النهاية أقول لحضرتك حاجة أنا أعطي أن الوقت دايق جدا في النهاية ملف الأمن الغذائي المصري الدولة المصرية تحقق فعليا الأمن الغذائي لمواطنيها رغم محدودية كل هذه الموارد الزراعية انزل أي سوق في أي منطقة شعبية هتلاقي خريطة جميلة كل المحاصيل المفروض تتزرع في الشتاء والصيف تلقون في نفس التوقيت ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إيه لأ إنه معناه إن الحمد لله ملف الأمن الغذائي في إيد أمينة إن شاء الله كله يبقى في إيد أمينة أشكرك شكرا جزيلا ونتمنى بإذن الله إنه بعد مثلا خمس ست شهور نعمل مراجعة تاني ونشوف إيه اللي تحول من اللون الأصفل من اللون الألوان التانية ويكون فيه إن شاء الله خير أكتر بإذن الله إن شاء الله أرضنا أرض الخير أصلا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ونتمنى لكم كل الخير شكرا يا فهيم طبعا مشاهدينا يعني النهاردة الحقيقة كان نفسنا إنه إحنا نفضل أكتر ونعمل لكم حصاد وده اللي هيحصل في التاسعة هتشوفوا أرقام كتير هتتطمنوا جدا على بلدكم وتعرفوا إن الدنيا مش بالبركة في عمل وقبل العمل في علم في طاقة وفي ناس في شعب محترم تقدم له خدمة كريمة لأنه شعب كريم دي كانت التاسعة لهذه الليلة حصاد يفتح القلب ويطمننا ويخلينا كده ندخل سنة جديدة وإحنا مبسوطين بلدنا تستحق كل خير كل سنة وإنتم طيبين ويا رب الخير يفضل موجود على أرضنا الرائعة بعد قليل زميلنا العزيز كريم رمزي وأكيد أنا منتظرة شخصيا أسمع كريم وهو بيتكلم عن فوز الأهلي أربعة اتنين وسعيدة بهذه المباراة اللي كانت الحقيقة حماسية فتحت النفس النصر دايما حلو واللون الأحمر وموجود والناس بتشجعوا حتى خارج مصر مفيش أحلى من كده مصر دايما بتحب البهجة وتحب النصر ودايما كلنا في نصر أشكركم غدا تلتقون مع زميلة العزيزة هدير أبو زيد أما أنا ألقاكم بإذن الله كالعادة كل يوم خمس شكرا وإلى تقلق شكرا وإلى ترجمة نانسي قنقر